السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منالة صالح الغريب معلمة للمرحلة الابتدائية لطلابي وطالبات رائعين معي في مادة لغتي للفصل الثالث فأهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الأول ابتدائي في درسنا حرف الفا مجال المستهدف هو المجال المعرفي المجال المساند هي المهارات الحركية الدقيقة الهدف العام من الدرس أن يتعرف الطالب وطالبة على حرف الفا بعد ذلك أبنائي وبناتي أهداف التدريسية الذي أسعى معكم إلى تحقيقها أولا أن يحفظ الطالب وطالبة شكل الحرف فبعد ذلك ننتقل إلى أن يستخرج الطالب وطالبة الحرف فا منفصل وجزءا من الخلمة ثالثا أن ينطق الطالب وطالبة الحرف فا بالحركات الفتحة والضمى والكسرة رابعا أن يسمي الطالب وطالبة صورا تحتوي على الحرف فا خامسا أن يكتب الطالب وطالبة الحرف فا منفصلا وجزءا من الكلمة ألاحظ وأطابق ألاحظ وألون حيا أين حرف الفا؟ من يستطع أن يظهر لي حرف الفا ويستخرج حرف الفا؟ أين هو حرف الفا؟ هل هو في البطاقة؟ رقم واحد أم؟ في البطاقة رقم اثنان أين حرف الفا؟ فا يحمل نقطة فوق رأسه فا فا أين هو؟ أحسنتم في البطاقة رقم اثنان إذن نلون أي بطاقة؟ رقم اثنان لوننا حرف ماذا؟ حرف الفا أحسنتم الآن أرسم دائرة على الأشياء التي تبدأ بحرف الفا أين هي الأشياء التي تبدأ بحرف الفا؟ إيا ترى هيا نبحث عنها ماذا نجد أمامنا؟ ما هذا الخضار؟ خس أحسنتم خس خ خ خ خس يبدأ بحرف الفا لا ممتاز إذن لن نرسم عليه دائرة ما هذا الحيوان؟ لدي له خرطوم طويل ما هو؟ فيل أحسنتم ثا فيل فيل يبدأ بأي حرف؟ حرف الفا إذن ماذا سنضع عليه أو نرسم؟ دائرة أحسنتم إذن أيضا ما هذه الفاكهة؟ سنرسم على الفيل دائرة ما هذه الفاكهة الجميلة الحمراء اللذيذة؟ فا 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 فراولة أحسنتم فا فا فراولة تبدأ بحرف الفا؟ ممتاز إذن فراولة تبدأ بحرف الفا طيب ما هذا الحيوان؟ حيصان حيصان يبدأ بحرف الفا فا لا إذن فقط الفراولة والفيل تبدأ بأي حرف؟ أحسنتم تبدأ بحرف ماذا؟ بحرف الفا ممتاز للفا أبنائي وبناتي مواضع في الكلمة يأتي الفا في أول الكلمة فماذا يفعل؟ يمد يده أحسنتم إذا حضرت الفا في أول الكلمة ماذا تفعل؟ تمد يدها وتمسك ماذا؟ تمسك باقي أجزاء الكلمة لاحظوا هنا في كلمة ففاصل لاحظتم؟ ليا ماذا فعلت؟ ممتاز إذن الياء مدت يدها وأمسكت باقي أجزاء الكلمة هنا موضع حرف الفا أين ظهر؟ أين ظهر موضع حرف الفا هنا؟ في أول الكلمة ليس هناك شيء قبل إذن ظهر في أول الكلمة لا شيء قبل أنظروا هل هناك حروف أتت قبل حرف الفا؟ لا إذن لا شيء قبل حرف الفا بعد ذلك أبنائي وبناتي قد يظهر حرف الفا بشكل مختلف متى؟ ويمد كلتا يدي إذا ظهر أين؟ إذا سبقه حرف فإنه يمد يدا ويمسك الحرف الذي قبله إذن طيب يمد يدا ثانية لماذا؟ حتى يمسك الحرف الذي يأتي بعده إذن أين نوضع حرف الفا هنا؟ في الوسط وماذا فعل؟ مد يدا قبله ومسك الحرف الذي قبله واليد الذي بعده ماذا فعل بها؟ أحسنتم أمسك بالحرف الذي بعده إذن إذا ظهر حرف الفا بذراعين معنات أنه ظهر أين؟ في وسط الكلمة هنا شكل حرف الفا في وسط الكلمة لاحظوا كلمة حفل حفل حرف الفا هنا ظهر أين؟ في الوسط إذن في أول الكلمة يمد ذراع واحدة في وسط الكلمة يسلام على حرف الفا له ذراعين يمسك من حوله إذن قد يظهر حرف الفا بشكل مختلف إذا ماذا؟ إذا ظهر في آخر الكلمة لاحظوا يمسك فقط من قبله إذن يمد ذراعه ويمسك من قبله أيضا خرج حرف الفا هنا بشكله كما هو لم يتغير لماذا؟ نفكر أحسنتم لأنه لا حرفة أتى بعد آخر حرف الكلمة كان حرف ماذا؟ حرف الفا ممتاز إذن نلاحظ كلمة نصف نصف حرف الفا هنا ظهر أين؟ في آخر الكلمة ممتاز إذن ننطلق ونشاهد في كلمة فيل لاحظوا صورة فيل وكلمة فيل 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 هنا أبنائي وبناتي أين حرف الفا فيها؟ في الأول الكلمة ومد ذراع واحدة فقط في الوسط في آخر الكلمة أين ظهر حرف الفا؟ أحسنتم ممتاز ظهر حرف الفا هنا أبنائي وبناتي أين؟ في أول الكلمة ممتاز جدا إذن ظهر حرف الفا في أول الكلمة تفقنا أنه ظهر في أول الكلمة إذن كم مد يد؟ يد واحدة إذن أي دائرة ألون؟ الأولى أم التي في الوسط أم الأخيرة؟ من يشير على الشاشة ويخبرني؟ أحسنتم اختيار موفق نعم حرف الفا ظهر في أول الكلمة إذن ندون الدائرة التي في الأول نشاهد معا ما هي الصورة التالية؟ صورة ماذا؟ قفل أحسنتم قفل أبنائي وبناتي إذن كلمة التالية هي كلمة قفل أين حرف الفا في كلمة قفل؟ هل ظهر في الأول؟ هل هذا حرف الفا؟ قفل أيضا يملك نقطتين أين حرف الفا؟ أحسنتم أحسنتم جاء في الوسط لأنه يملك كم ذراع؟ ذراعين إذن هو جاء في الوسط ما رأيكم؟ أي دائرة نلون؟ التي في الأول؟ أم التي في الوسط؟ أم في الأخير؟ أي دائرة أبنائي وبناتي نلون؟ هيا أشيروا معي على الشاشة حتى نلون معا ممتاز؟ ممتاز هنا الدائرة التي في الوسط لأن موضح حرف الفا هنا أين؟ في الوسط ممتاز إذن أخيرا نشاهد معا صورة ماذا؟ كهف؟ كهف أحسنتم هذا كهف كهف أين حرف الفا في كلمة كهف؟ أين هو؟ ممتاز هذا هو حرف الفا أين موضعه؟ في الأول وليس قبله شيء؟ ها؟ نعم هناك شياء قبله إذن هو ليس في الأول طيب هل هو في الوسط؟ هناك حرف يسبقه وحرف بعده أيضا لا أين جاء؟ في آخر الكلمة لا شيء أبعده؟ أحسنتم إذا ظهر في آخر الكلمة فكم دراعا لا؟ دراع واحدة يمسك من قبل من الحروب وهو يأتي في الأخير إذن أي دائرة نلون؟ الدائرة الأخيرة إجابة صحيحة إذن أبنائي وبناتي نلاحظ معا حرف الفا في أول الكلمة هنا ظهر حرف الفا في أول الكلمة نلاحظ الدائرة في الوسط حرف الفا أين؟ في وسط الكلمة الدائرة الأخيرة إذن موضع حرف الفا أين؟ في آخر الكلمة أحسنتم ننطلق ونقوم بحل النشاط التالي حدد موضع حرف الفا في كلمة خاروف أين موضع حرف الفا؟ أين جاء؟ أين جاء؟ في الأول؟ في الوسط؟ في الأخير؟ خاروف أحسنتم في الأخير؟ هل جاء متصلا؟ أم منفصل؟ لم يمسك بأحد؟ أحسنتم نعم ظهر في الأخير ولكنه منفصلان إذن أي بطاقة نختار يا ترى؟ بطاقة الخضراء أم البرتقالية أم الصفراء؟ التي تمثل شكل الحرف فا في الكلمة في أي بطاقة؟ في البطاقة السفراء نشاهد إجابة صحيحة نعم حرف الفا في كلمة خاروف جاء منفصلان في آخر الكلمة منفصلان وظهر بهذه الشكل مثل البطاقة السفراء أما البطاقة البرتقالية والخضراء هي غير صحيحة الآن نحدد موضع حرف الفا في كلمة في الشار أين حرف الفا يا ترى؟ من يفكر؟ أين حرف الفا في كلمة في الشار؟ أحسنتم إذن على أي بطاقة؟ هو ظهر في الأول إذن على أي بطاقة يمثل شكل حرف الفا في أول الكلمة؟ الطاقة الخضراء أم البرتقالية أم الصفراء؟ أحسنتم إذن لون الإجابة في البطاقة ماذا؟ الإجابة الصحيحة في البطاقة الخضراء لاحظوا حرف الفا في أول الكلمة مدى ذراع واحدة ممتاز إذن أبنائي وبناتي ننتقل الآن إلى أن نحدد موضع حرف الفا في كلمة مفتاح 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 أين حرف الفا في كلمة مفتاح؟ أين هو؟ في الأول؟ في الوسط؟ في الأخير؟ ماذا؟ أحسنتم ها هو حرف الفا ظهر في الوسط أين شكل الفا في الوسط؟ في أي بطاقة يظهر شكل الفا في الوسط؟ في البطاقة ماذا؟ البرتقالية إجابة صحيحة حيث أنه يمد كلتا ذراعي مد الذراع الأولى أمسك الحرف الذي قبل حرف الميم والذراع الثاني حتى يمسك حرف التا أبنائي وبناتي إذن سنشاهد معا ماذا؟ هنا أمامنا في كلمة ملفوف هذه صورة لنوع من الخضار اسمه ماذا؟ ملفوف أحسنتم الملفوف هنا نقص من كلمة ملفوف حرف الفا في وسطها وفي آخرها ملفوف أي بطاقة أضح أولا في الوسط؟ ها حرف الفا في الوسط أين توجد من البطاقات؟ ما لونها؟ البرتقالي أم الأزرق الفاتح أم الأبيض؟ أحسنتم إذن في البطاقة الزرقاء نضع ونشاهد نعم إجابة صحيحة نلاحظ أن حرف الفا مسك الحرف الذي قبله والحرف الذي بعده طيب أخيرا حرف الفا في الأخير أين يوجد؟ في البرتقالية أم البيضاء؟ ظهر منفصل إذن ماذا نختار؟ البيضاء أحسنتم ممتاز إذن هكذا اكتملت كلمة ملفوف أحسنتم أبنائي وبناتي وصلت معكم إلى نهاية درسي لليوم أستودعكم الله أبنائي وبناتي وأهنئكم على انتباهكم معي أصيكم بحل تماريني الموجودة في كتابكم المدرسي أستودعكم الله وألقاكم على خير كان معكم معلمتكم منال صالح الغريب ترجمة نانسي قنقر